الحوثيون في اليمن عاثوا فساداً كبيراً في البلاد وتقطعت بهم السبل فهددوا بقطع الملاحة في البحر الأحمر من أجل الحصول على بعض التنازلات والمكاسب قرار الحوثيين جاء خلال لقاء رئيس ما يدعى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين صالح الصماد بنائب المبعوث الأممي لدى اليمن معين شريم الذي يزور العاصمة صنعاء لليوم الثالث حيث هدد هؤلاء على لسان الصماد بقطع طرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر حال استمرار العمليات العسكرية لقوات الشرعية والتحالف العربي وتصعيدها العسكري باتجاه مدينة الحديدة الصماد قال كذلك أن استمرار العمليات العسكرية على الحديدة ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود سيدفع الحوثيين للدخول في خيارات وصفها بالاستراتيجية ومنها قطع طريق الملاحة الدولية في البحر الأحمر الصماد تحدث كذلك خلال لقائه بالبنبعوت الأممي عن خطط وصفها بالجزئية لحل الأزمة في اليمن منها ما طرح من قبل الأمم المتحدة بشأن انسحاب الحوثيين من الحديدة وتسليمها لطرف ثالث قائلا إن خططا كهذه ضياع للحلول والوقت وفي الوقت الذي ظهر فيه الحوثيون كدعاة للسلام من خلال إعلانهم أمام المسؤول الأممي الرغبة بالدخول في مفوضات مع أطراف الشرعية في اليمن وطالبوا بدلالات ومؤشرات لحسن النوايا يلمسونها في قرارات للأمم المتحدة والتحالف أبرزها رفع الحصار عن الحديدة وفتح مطار صنعاء الدولي وإيقاف الضربات الجوية في الوقت نفسه هاجم هؤلاء المبعوثة الأممية اسماعيل ولد الشيخ قائلين على لسان رئيس مجلسهم الأعلى صالح السماد إنه لعب دورا سلبيا أوصلهم إلى مرحلة من اليأس بالتعويل على الأمم المتحدة السمادي ذهب أبعد من ذلك في هجومه بنزعه الشرعية عن الرئيس اليمني عبدرب منصور ومنحه إياها للبرلمان الذي تقوده جماعته في صنعاء